مساء الخير محيط مبنى الجديد ثكنة عسكرية الشرطة في الخارج وكتيبة الرضوان في الداخل وبقرار جلب لم ترقى إلى مستوى حتى المحاكم العرفية تمت محاصرة وسيلة إعلامية أين منها زمن الوصاية الأمنية اللبنانية السورية ومن راقب مشهد الحصار ظن أن في دولة بوليسية ضبطت الجديد بتهمة إيواء موظف لديه دوام عمل عادي عناصر الشرطة العسكرية وظهيرهم المموه باللباس المدني طوقوا مداخل المبنى وأطلقوا حملة تفتيش على الداخل إلى المبنى والخارج وللحظة اعتقدنا أنهم ظنوا بوجود أحد الرؤوس الإرهابية قبل أن يتبين وبالحبر السري أنهم في مهمة القبض على الزميل رضوان مرتضى فمن اتخذ هذا القرار المهين لمؤسستين عسكرية وإعلامية وفي وجه صحفيين لطالما كانوا عونا للجيش الولطاني في ألد حروبه على الإرهاب ذات فجر جرود وحدود وهم دائما عند خط الوطن متى ساورته المحن لكن مشهد الإطباق على أنفاس المحطة حتى تسليم الزميل مرتضى يؤكد أن القصة مش رمانة إنما لوب مليانة بعدما أخذت الجديد على عاطقها خوض حربها لمعرفة الحقيقة وإمساك خيوط قضية تفجير مرفأ بيروت وتتبع مسار بابور الموت وشحنته المتفجرة من لحظة انطلاقها من مرافئ ما خلف البحار ورسو حمولتها في عنابر الموت في قلب العاصمة بيروت الإعلام أدى دوره أكثر وكان تعويدا عن دولة بجميع أجهزتها المتقاعصة عن التحقيق في جريمة العصر أما ذاك التحقيق ابن الأيام الخمسة الرسمية الموعود فقد دخل شهره السادس من دون مضبطة اتهام للرؤوس الكبيرة مهما علت رتبها وحصاناتها وبمفعول رجعي عن معلومات أدلى بها الزميل مرتضى مسى خلالها الذات الإلهية لمضعة رؤوس حامية في المؤسسة العسكرية فجرى تصطير ورقة جلبه بلا مرجعية قانونية ولا أبوة قضائية ومنذ تفجير المرفأ والجديد تطرح الحقائق أمام الرأي العام عبر خلية أزمة من الزملاء الذين تجندوا للتقصي ونشر المعلومات والخيوط التي وصلت اليوم إلى الصحافة العالمية وتناولتها The Guardian في تقرير لها عن وثائقي بابور الموت وكان للجيش وجميع أجهزة الدولة والحكومة والعهد أن يتعقبوا أثر ما كشفناه بدلا من إجراء كشف عسكري علينا ولو أن هذه النخبة التي حضرت إلى وطن المصيد باليوم عاينت بور بيروت والعنبر الثاني عشر عندما تبلغت بشحنة نترات الأمونيوم لجنبت المدينة انفجار الرابع من آب لكن الدولة حين ذاك تركت هذه المهمة للسماسرة وبائع مواد الموت أهملت حتى انفجرنا وأهملت فيما بعد التحقيقات التي اقتصرت على الصحافة والجديد تحديدا واليوم صاحب الحق رضوان هو وجميع الزملاء العاملين على خط بحري من نترات غير قابلة إلا للتفجير الإعلامي وتدرك الجديد أن الحقائق دائما لها أثمانها لكنها رفضت أن يكون هذا الثمن عبر محاصرتها عسكريا وتدرك أيضا أن هناك دوما لعنة صهر وهذا ما يمثله مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القادي فادي عقيقي نسيب الرئيس نبيه بري وليلة محاولة القبض على مرتضى بلا مسوغ شرعي لم تنتهي عند حدود انسحاب العسكر إذ إن الجديد سترفض كل ما هو غير قانوني ويتظل للدولة البوليسية فالادعاء على أي زميل عليه أن يتخذ مساره إلى محكمة المطبوعات من دون نقاش من فوق السطوح الأمنية ونقطة على السطر وقد مر على الجديد ملفات أكثر تعقيدا من أولى أجهزة الاستخبارات السورية إلى المخابرات الدولية ومحكمة لاهاي وحان الوقت لأن تتيقن الآلة الأمنية أن الترهيب لم ينفع سابقا وليس له مكان لاحقا